بلادي بلادي لكي حبي وفؤدي النشيد نشيدنا الوطني إلي كلنا تربينا عليه مين مننا ما كانش بيقف في طبور المدرسة أو مين مننا ما حضرش احتفالات وكان النشيد الوطني الرئيسي أو مين من الرياضيين ما رفعش عالم مصر باسم النشيد الوطني بتاعنا لكن بلادي بلادي لكي حبي وفؤدي الجملة دي تحديدا حبيبة الشهيد فهتلاقي الشهيد اللي بيبقى موجود في أي موقع على الجبهة في كمين في مكان بيحمي أرض مصر هتلاقي الجملة دي هو اللي بيرددها موجودة في قلبه أحيانا أنت يتيقلك أنه الضابط اللي بياخد الأفارول بلبسه وبياخد الشنطة بتاعته أو الميخلة بتاعته بيتوجه لمهمة أنه مشغول باللي بيحصل في البلد لا هو مشغول باللي بيحصل على أرض البلد هو مشغول أكتر هو هيعمل إيه وكتير من القصص اللي بنتبعها والقصص اللي بنشوفها بتلاقيها في النهاية قصة واحدة لعقيدة جندي مصري واحد كلهم بيفكروا بنفس الطريقة أنه يحمي أرضه بيبقى سايب بيته وولاده وأهله وأمه وعيلته وبيودعهم أيا كان هو طالع من أي محافظة وفي اتجاه اللي هو موجود فيه دماغه بس موجود فيها بلادي بلادي لكي حبي وفؤادي بيستشهده هو صايم بيستشهده هو في الكمين بيستشهده هو ماشي بيستشهده هو فرحان وهو مغرد وهو كاتب وصية وهو موصي زميله كلهم بيوصوا بعض كلهم بيقولوا البعض لو أنا جرالي أنت تعمل إيه سمعنا القصص دي كتير بس عايزة أقول لكم حاجة وحاجة مهمة قوي لازم نبدأ نقول الحقائق كما هي والحقائق عشان تقال مش بس في التربية والتعليم والمدرسة لا نقول لولادنا في البيوت نحكي لهم بالذات الولاد الصغيرين أو الشباب اللي لسه ما حضروش أو مش عارفين هي الحكاية بدأت إزاي